اهلا بكم اخوتي اليوم سأتكلم على بلد بالقرب من امريكا تستطيع السفر له بدون فيزا واذا حصلت فيها على الاقامة تستطيع دخول امريكا بطريقة سهلة هذه المدة ابحث عن دول تستطيع السفر لها بدون الفيزا للعيش والعمل فيها او لدخول بلد اوروبي او امريكي عن طريقة يعني انت ستسفر من اي دولة عربية الى بلد بدون ما يطلب عليك فيزا او كشف حساب كأنك ذهب له سياحة وعند الوصول الى هذا البلد تقوم بالتقديم على الاقامة وتعيش فيه او تدخل من خلاله الى بلد اوروبي يعني انا سابحث عن ثغرات لدخول اوروبا وامريكا طبعا بطريقة قانونية في فيديو اليوم ساشرح لكم دولة يستطيع اي شخص من دولة عربية السفر لها بدون فيزا يعني بجواز السفر فقط وعند الوصول يحصل على الفيزا بدون اي مشاكل لو انت من دولة عربية ستسفر لهذا البلد وعند الوصول له ستحصل على فيزا سمى الفيزا ليفوت 25 دولار وبعد ذلك تقدم على اقامة وبعد يتبقى وتعيش فيها يتهجر لامريكا يعني انا ساشرح معكم كيفية السفر لهذا البلد وكيفية التقديم على الاقامة فيه والاوراق المطلوبة ليلزم تاخذهم معك قبل السفر وما هي نوعية الاعمال التي ستجدها مطلوبة واذا تريد تعملها محطة عبور لامريكا ساشرح لك كيف تقوم بذلك لا تنسى اللايك للفيديو واذا كنت جديد اشترك في القناة حتى يصلك كل جديد حول فرص الهجرة والعمل في دول العالم كما تشاهدون امامكم هذا البلد الذي سنقوم بالسفر له اسمه هايتي يمكن البعض منكم يعرفه هذا البلد عند الوصول له ستحصل على الفيزا سياحة مباشرة يعني معظم الدول العربية تستطيع السفر له بجواز السفر فقط لماذا لم اقول كل الدول لاني لا اعلم بالضبط كم دولة تستطيع السفر لها عملت بحث وجدت تونس مصر المغرب الجزائر العراق وسوريا هذهم الدول لان عملت عليهم بحث ووجدت انهم يستطيعون السفر وبدون مشاكل ما معنى انهم يستطيعون السفر وبدون مشاكل يعني انك لو انت من هذه الدول تستطيع قصة ذكر التائرة وحجز فندق وتسفر بجواز السفر فقط وعند الوصول الى دولة هايتي ستحصل على الفيزا مباشرة لكن لو انت من دولة عربية اخرى لم اذكرها تدخل لموقع وزارة الخارجية لبلدك وتبحث عن هذه الدولة في قائمة الدول التي تستطيع السفر لها بدون فيزا يعني بالباسبور فقط سنتعرف في الاول على هذا البلد كما تشاهدون امامكم عبارة عن جزيرة سياحية لغتها الرسمية الفرنسية وعند عملة خاصة بها كما انها تستقبل عدد كبير من السياح على مدار السنة لكن هناك من يقوم بتقديم الاقامة والعمل في هذه الدولة او السفر عن طريق الاقامة الى امريكا حسنا سابدى معكم خطوة بخطوة ركزوا معي جيدا انت مسافر الى هذا البلد اما سياحة او للعمل او للسفر من خلاله الى امريكا اذا انت مسافر المطلوب منك تذكرة الطيران وحجز فند قبل السفر يعني ومبلغ مالي لكن اذا انت تنوي الحصول على اقامة العمل هناك يجب ان تأخذ معك من بلدك ستة صور ملونة بحجم جواز السفر لك ولأفراد اسرتك الذين سيرافقونك طبعا اذا كنت متزوج لكن لو انت غير متزوج تعمل ستة صور لك فقط شهادة جينيات تأخذها من المركز في مدينتك تثبت انك لا تملك احكام ضدك خلال العشر سنوات الماضية هذا قبل السفر يعني لو انت ناوي تسافر سياحة وتقدم على فيزة العمل يجب ان تأخذ معك هذه الاوراق وعند الوصول هناك تقوم بعمل شهادة صحية لانه يقول لك هذه الشهادة يجب ان تكون صادرة خلال 15 يوما قبل تقديم طلب الاقامة يمكن ان تعملها في بلدك وتأخذها معك لكن انا انصح ان تقوم بعملها هناك كذلك يجب فتح حساب بنكي في هذه الدولة واخر شيء سبب الاقامة لماذا انت تريد الاقامة في هايتي تكتب على ورقة سبب اقامتك يعني تكتب انك تريد العمل عجبك البلد المهم سبب مقنع وتأخذ كل هذه الاوراق لمكتب الاجانب وتنتظر الرد منهم واحد منكم سيقول لي لما اطلب الاقامة في هذا البلد ما هو السبب المقنع لخليني اعمل اقامة في هايتي او السبب وهو العمل يمكنك العمل في عدد اختصاصات في الموين البحرية في المقاهي في الفنادق في المطاعم هذه مدينة سياحية يعني لو انت عندك اختصاص معين في الفندقة او الطبخ ستأثر على عمل بكل سهولة وايضا هناك عديد من الاعمال الاخرى ثاني سبب المعيشة المعيشة هناك رخيصة جدا في الاجار والتنقل لليل سبب يمكن عمل هذه الاقامة محطة عبور لامريكا بعد حصولك على الاقامة يمكنك التقديم على فيزا سياحة لامريكا يعني حصلت على الاقامة والحمد لله تذهب للصفارة الامريكية هناك وتقدم على فيزا سياحة لما يجب ان تقدم على فيزا سياحة امريكا بعد ما تحصل على الإقامة لأن بهذه الإقامة تكون نسبة قبول الفيزا لك كبيرة جدا وعند الوصول إلى أمريكا يمكنك تغيير نوع الفيزا إلى عمل وتعمل بها وتعيش هناك أو إلى دراسة أو حتى تقدم لجوء كل الحلول أمامك بالتوفيق للجميع